أم من الحاجات بتاعتنا اللي نحكي فيها يعني كل حلقة بحيث ان احنا بناخد منها عبرة بناخد منها عيزة بنستفيد من حكمة حد بنستفيد حد سابق يعني بنستفيد من أبيات شعري فيها فيها حاجة لذيذة فيها حاجة نستفيد منها فيعني أحد الناس كاتب لنا بقول أحيانا نضحك ونحن مهمومين لاسي لأننا عديم الإحساس ولكن نضحك لنشعر للآخرين ولملك أنفاس تؤمن بأن بعد العشر وسهر طبيعا يعني في ناس تلاقي مفتسمة دائما اللي جوة يا الله أعلم ربنا أعلم به لكن هو مش هيصدر للناس النار اللي جوة أو الهم اللي جوة هو يفتسم وخلاص يا الأصل كده تبسمك في واجه يا أخيك صدقة